السلام بنات كديري لابس اليكم كانت بنات كل اومكم على خير و بخير و 10 مباركة و 5 عطلة سمحوا لي اخبرت عليكم كنت عيانة شوية لك الشي لاش مبقاش نصور سمحوا لي المهم كما تشوفوا معي اليوم ما عليش نشدير الفيديو غالدي نحضروا واحد لزانيا و قلت علش لا نصورها معاكم بس تافضوا حتى انتم اللي اول مرة غايصيبها جيه سهلة ويتبع معي من الاول حتى الاخر كانت يغزالة واقتصادية و يحمقوا عليها الوليدات نتمنى تجربوها و ما تنسوش لأول مرة يشوفوا القناة ديالي شجعني ويدعمني هكا باش نعطين مزيد وتخلي ويدك تعالي قزوينة هنا يلازن ديالة مبعد ما صيبتها و طابز نجت على هالشكل خليكم معاين دوزول المقادير وطريقة كيفاش هنا عندي مطاشة ديال القاق من بعد ما حكيتها في الحكاكة بهالطريقة هادي و عندي هنا واحد تلاتة ديالة سنين فات ديالتومة غادي نحكهم في الحكاكة الرقيقة و من بعد ما حكيتهم هما مطاشة بهالطريقة هادي غادي نضيف توابيل هنا ملحة على حسب الدوق ديالة كل واحد واحد دراس ملقة ديالة تحميره ملقة صغيرة غا تكون هاكاك عامرة ديالة تحميره على حسب اللون ديالة كل واحد هنا اللي كيفضل الفلفل الحار ضفت واحد شوية ديالة السودانية هنا كتعجبنين لنكهاد الحار و غادي نضيف زيت العود و اللي اللي مفضل اي زيت يديروا لاش للا مشي مشكل مهم اي زيت انا هنا فضلت نضيف زيت العود و قنحرك هات العناصر مبعدياتهم و غادي نضيفهم ميت طيبه هنا من بعد ما شفتوا معايا هنا عندي نسكيلو ديالة الكفتة على حسب الكمية اللي عندكم مشي مشكل انا صراحة الكفتة مني كمشي عند القزر كنقولو طحنها ليغي مرة واحدة باش كتجيني دي اه كتجي شوية باين الكفتة غلالدها هنا ضفت الملحة و ضفت البزار و غادي نضيف تحميرها نفس التوابي اللي استطرد فلاسوس غادي نضيعها في الكفتة وهنا شوية ديال الحار و شوية تزيت باش غادي نشحار الكفتة ديالي غادي نشحر مزيان غادي نضيف هات شحار هنا سنضيف لصوص بشامل ضفت زبدة تمنع جميع القادة الزبدة من بعد التوابئ الخرنكي طيبو ضفت شوية دين الملحة سنضيف شوية دين البزار هذه هي الطريقة بشك نحضر لصوص بشامل أناية و سنضيفهم على نار من بعد ما دابت الزبدة بهالطريقة هكا والبزار الملحة سنضيف الحليب على الكمية اللي بغن نضيفها أنا قليلا قريبا ستطره اللي ضفت و نضيفه على حسب الكمية اللي غادي تضيفه دين اللازان و خدد دين كاس مثلا و لاجوكيسان على حسب الكمية اللي غادي و غادي نضيف الفرز بهات الشكل هادي وإلي عندكم ميزينة من الأحسن عفوا انا تسليها المهم كان ضيف الفرز شوية بشوية و كان بدن نحرك بها الطريقة هكا حتى كي تحيدوا لذلك الكوارات كاملين كنحركوا هو في الحليب بارد هنا غادي نضيف ديرو على النار و كان بقى نحرك شوية بشوية تتعقد لي تتعقد لي ذلك الاسوس بشامل بهالطريقة هكا كنحس بها بدت تتعقد كنحيدها على النار باش ما تقصح ليها مهم نحصلوا عليها تشكل هكا و إلي جاوكم شي كوارات ضرورة تصفيوا في صفاي أنا هادي غادي نصفيها حي تكورت لي شوية هنا الاسوس ديالي و جدت ضفت عليها اللاسوس ديال السوريز انتم إلي عندكم الكيتشوب كي يجي غزال المهم أنا ضفت له هادي ديال السوريز و غادي نضيف الكفتة من بعد ما تشحرت لي مطايشة و الكفتة كل واحدة ببعدها نضيف الكفتة على ذلك اللاسوس ديال المطايشة كاملة اللي حضرت بهالطريقة هكا و غادي نخلط العناصر كاملين صدقوني كي تجي غزال لما دق غزال كي يجي غتجربوها ما غاديش تدبع ليها ان شاء الله ما تنسوش خليولي فكم و نتركي فجاتكم هناك نحرق ذلك العناصر كاملين حتى يتخلطوا بعضياتهم مطايشة و الكفتة و نشعل البوطة بشكيت البلية دك اللاسوس هنا غادي نضيف المطايب اللي غادي نحضر فيه لازان دارو رخصها المطايب ديرو حيدة بوحيدة بهالطريقة هادي وهو يكون على النار انا غادي و ريتكم كيفاش يكون على النار كي غليل ما مطفيوش عليا و انتم ما كتديرو حيدة بوحيدة ديرو حاولوا ديرو غيجويجة بجويجة بشما يتسقوش لكم بهالتشكل هاكا و كتبطو بوحد الفورشيت حتى كتحسوا بيها مرطابة عادي كتحزوهم بوحيدة بوحيدة و كتضيفو شي من ديل و كتحطوهم فيه حتى كينشفو انا كنستعمل بهالطريقة هاكا دائما جوج معه جوج و من بعد غادي ندوز ندهن اللاطة ديالي بالزبدة بهالتشكل داروري تدهنو المول اللي غادي تحضرو فيه داروري تدهنوه بشوية ديالزبدة باش متلسقش ليكم و تنجح معاكم لازانو جيزوينة داروري تدهنوها بالزبدة هنا قندها اللاطة ديالي كاملة بهالتشكل هاكا نعمر رقاع القنوط واللاطة كاملة تعمر بالزبدة باش كتتتحمر لنا ذاك لازانو ما كتتقبطش لينف المول ديال الجاجة ها المهمة ابنتك نستعمرتك ندهن اللاطة ديالي كاملة بهالتشكل و غادي نستف لازانو على هالطريقة هادي الليبات ديال لازان بهالطريقة ندف جوج طوالين و واحدة على القنط مهمة لحسب المول اللي عندكم هنا نضيف لازوس بشامل هي الطبق الاول و من بعد نضيف الكفتة بهالتشكل هاكا لازوس ديال الكفتة و نضيف شوية ديال فروماج باش يتبط ليه الطبقة التانية تهي بهالطريقة هادي نضيف العكس ديالها و نضيف لازوس بشامل بهالتشكل هاكا و نستعمر بهالطريقة هادي الكفتة و تاني طبقة التانية لحسب بغيت تدروا الطبقة التالتة هنا انا تكسرت ليه الورقة حاولت نخليها حتى الطبق الاخر هذا الطبق الاخر حتى هو نفس الطريقة بهالتشكل هاكا تهيو العصوص بشامل و الكفتة و نفس الطريقة اللي كان بقاونا نستعملو بها لحسب اللي بغيت تدروا باعط طبقات ثلاثة انا اضفت ثلاثة ديال الطبقات هنا عندنا الفروماج الحمار ولا اي فروماج متوفر عندكم مشي مشكلة بعد ما حكيتو و استعملتو و ندخلها للفرن و تلقاو معايا هنا كالطيب عندي في الفرن شعلي عليها غير من التحت على فكرة غير من التحت و قد تتحمر مع الفروماج غير كي تتحمر من الفوق وتحمرتها بهالطريقة من التحت عفوا و هذا هو الشكل لازان ديالي اجت على هالشكل هذا و كتجي لديدة غزالة نتمنى تجربوها و ما غديش تندمو عليها و اقتصادية يعني ماشي لازان اللي كتحتاجي فيها بزف ديال المسائيل هالقوزة هات تخربك هادي اقتصادية و كتجي غزالة و كيحمقوا عليها الوليدات نتمنى يا ربي تجربوها و ما تنسوش خليوا ليفكم و انتر كيف اججعتكم كتجي غزالة من اول استعمال ليالها و ناجحة ما تخافوش منها ما كتلسق متى شي حاجة بدك الزبدة اللي كندهنو ليها كتجي سهلة في تقطاع هنا من بعد ما قطعنا لازال قتعلش اللي نصور معاكم الطبقة كيفش يجي و ما تنسوش تشجعوني و متلقفش إلى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة